مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لفيك كيف نتعوض في كل يوم عن أخبار وأحديث جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيها على سفر رئيسة الجمهورية قاية سعيدة إلى فرنسا وكيف كان الاستقبال في فرنسا بطبيعة الاستقبال كان غاية في الروعة كيف العادة مش أول مرة وفرحوا بي على خروك ما ترى وكان في استقباله رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون وزوجته مبعض مقاعدين البرايس تنوي في قدم القصر كان لقاء جميل للغاية وشاركهم رئيس الجمهورية في حفل عشاء على شرف رؤساء الدول المشاركين في قمة مولية الاقتصاد الأفريقية بباريس بعض انتقدوا سفرة رئيس الجمهورية إلى فرنسا وقالوا أنه ما عارضلوش ماكرون للمطار ودرشنوه وما مش فرحانين به وهيك اللغة المجيشية أول حاجة إذا كين ما مش فرحانين به مش هو اللي يدعوه هو اللي استدعاه وكثاني حاجة ها كريتو الاستقبال قدم القصر كيفيشكيل فرحان برشا بطلو يجري استقبلو عشاء فخر وانبليز راهو حتى احنا رئيسنا بعمل دفوا يجينا ضيوف من رؤساء الدول ومينجمشي استقباله ما هو في المطار بحكم يكون الزادة رئيس عندو برشا ارتباطات في النهار هذيك سبحان الله يبعث المكلف الرسمي يبعث الوزير متاعه الأول يعني حاجة عادية جدا كان في استقباله في القصر وكان استقبال رائح خاصة انو رئيس الجمهورية الفرنسية يزم يقود في القصر لانو النهار هذيك بالذات العديدة من الرؤساء من حديد الدول العربية جيت ومعطا يزم يكون غادي الاستقبال من يجي يمشي كل واحد المطار متاعه يعني يزيكم ان تتيح اقدركم بيديكم بين الدول هيدا شنوان نجم وقلكم وما تنسي واشلاعيك واشتراك وتفعيل الجرس وقلكم باي باي